نعود مرة أخرى إلى كلودي أبي حنف في وسط بيروت كلودي هل هناك تعليقات على التصريحات التي أطلقها السيد سعد الحريري اليوم من بينها أنهم قتلوا بيروت ليس من تعليقات هو أعلن عن هذا الموقف لأنه أشار بأن في بيان قتلة تيار المستقبل الذي يحمل الكثير من الدلالات إلى أن الخطر الأكبر أن يكون هناك من يريد اغتيال بيروت على غرار الاغتيال الذي حصل للرئيس الشهيد رفيق الحريري وقال أن بيروت تموت في هذا الكلام دلالات كبيرة وكأنه يؤشر إلى أن ما حصل لم يحصل صدفة لم يحصل نتيجة حدث طارق ما أو عرض ما يؤشر إلى أن ما حصل هو أمر خطير يعكس هذا الوضع غير الطبيعي والاستثنائي الذي يعيشه لبنان والذي تتردد إنعكاساته في هذه الأحداث الأمنية المتتالية وفي هذا الوضع غير الطبيعي الذي بدأ في لبنان منذ العام 2005 ولم ينتهي حتى الآن إن لم نكن نريد أن نقول أن هذا الوضع مستمر منذ عقود في لبنان أمضى اللبنانيون حياتهم في عيش الانفجارات والاختيالات والحروب من دون أن يتمكنوا من بناء وطن حقيقي مستقر ولو كان هذا الاستقرار هشا هذا الاستقرار دائما مهدد بأن يصبح يتحول إلى ساحة حرب إلى ساحة تبادل رسائل الرئيس الحريري حسم هذا الأمر بالقول أنه يطالب ويتوقع من أصدقاء لبنان أن يساعدوه من أجل تشكيل لجنة تحقيق تحظى بالمصداقية يوم غد يأتي إمانويل ماكرون إلى لبنان يترقب اللبنانيون هذه الزيارة وإذا ما كان سيعلن هذه المساعدة المطلوبة من اللبنانيين طبعا الإغاثة مهمة الإغاثة الطبية الإغاثة الغزائية لأن اللبنانيين على حافة الفقر والجوع وفقدان الصحة وفقدان مقومات العلاجات الطبية ولكن أيضا يريدون علاجات لهذه المسألة الخطرة التي تهدد الكيان اللبناني هل سيساعد ماكرون في تشكيل لجنة تحقيق محايدة للبنان تحظى بالشفافية تحظى بالمصداقية هل سيساعد ماكرون على فك هذه العزلة التي يعيشها لبنان والتي يدفع ثمنها كل اللبنانيين نتيجة الصراع الإقليمي الحاد بين إيران وحزب الله من جهة وبين المجتمع الدولي من جهة ثانية هذا ما يريده اللبنانيون من أصدقائهم في العالم والذين يبدل كثيرون منهم الرغبة في مساعدة اللبنانيين لا يمكن ترك هذا الشعب اللبناني الديناميكي إلى مصيره وإلى هذه الأحداث المتتالية قد تعكس هذه الأحداث إحمالاً قد تعكس فساداً ولكن قد تعكس أيضاً تمادياً في استعمال لبنان ورقة أو ساحة صراع وهذا الأمر لا يريده اللبنانيون وهذا ما أشر إليه الرئيس سعد الحرير اليوم عندما قال هناك بيروت تموت وهناك من أراد لبيروت أن تموت وهناك الخطر من اغتيال بيروت لأن بيروت هي العاصمة ورمزيتها مهمة جداً لأبنائها الذين يريدون يتوقون إلى عودة الازدهار والاستقرار إلى هذه العاصمة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة